موسيقى منظر مطل على البحر ونسيم عليل يكسر صمت هذا المكان الهادئ زاده جمالا أشغل التهيئة والمساحات الخضراء والمرافق التي أنجزت هنا هكذا أصبحت أعالي جبل مرجاجو التي تحولت إلى وجهة سياحية تستهوي عشاق الترفيه خاصة بعد ربطه بمصعد هوائي هذه المنطقة في السنوات الماضية كانت شبه مهملة ويعني بعدما الدولة الجزائرية قامت بإعادة إصلاح بعد خط الفريق ليربط هذه المنطقة بالمدينة ارتعينا نحن كذلك سلطة معلية نقوم بجملة من الأشغال لإعادة تهيئة هذه المنطقة وخلق فضاءات للراحة والترفيه بالنسبة إلى ابنائنا وبناتنا ثلاثة ملاعب لكرة القدم وكرة السلة وملعب للكرة الحديدية وفضاء لممارسة رياضة كمال الأجسام ومسجد بالإضافة إلى مسار مخصص للمشي ومساحات خضراء وأخرى للأطفال وجه المكان تغير وأصبح يعرف حركية ستتزايد مع اكتمال المشروع بدخول المطاعم والمقاهي وبقية المرافق مرحلة النشاط مكان ما شاء الله ما كاش كما كان ما شاء الله رمى شوف في الملاعب شوفوا حاجة سيحية الناس مريحة الشباب الأطفال من قبل كانت البلاصة كاريتا كانت الناس يجوا يشوفواها يشكوا منها بزاف بلاصة معلم كما هذا الشباب ومسامحين فيه وصحة اليوم رأني جيت تبدلت الحاجة مليحة مليحة للزوار مليحة للسياحة مليحة لكل شيء مكان اللي فيه الراحة والاستجمال فيه مناظر جميلة جدا يطلع بالتليفيريك يهود بالتليفيريك نور ما العادي اللي سانيتير كاينين المبيعات عادي كاين المسجد اللي هي كمتوفر الأمن الدرك الوطني هنا الله أعطيهم الصحة هذا المكان لن يكون مقصدا للعائلات فقط بل أيضا متنفسا للرياضيين والعدائين الذين يفضلون التحضير لمختلف المنافسات في أحضان الطبيعة وبالأخص في أعالي غابة مرجاجو التي تضم أيضا معالم تاريخية تحاكي الحضارات التي تعاقبت على المنطقة ليكون جبل مرجاجو قطعة أخرى من قطع الجمال المتناثرة في أرجاء الباهي وهران